هنروح من رجال الكرة الطائرة لسيدات الكرة الطائرة برضو نفس الكلام احنا نعتبر فيه 75% من نهاية المشوار في الموسم او يمكن اقول 70% عشر خلاص الـ 30% دول نهائيات ومباراة مهمة طبعا بعد ترتيب الفرق بيتعامل دور اقصائي احنا وقع معنا الظهور في دور الاقصائي هنلعب بستوفتري اللي هيفوز هم 8 فرق اللي هيفوز هيبقى هيكمل اللي هيخسر هلأ بعد ترتيب طب الاربع فرق اللي هيفوزوا هيتعامل قرع عبا منهم وهيتحدد الفترة اللي جاي هتبقى شكلها ايه والاربع اللي يخسروا هيلعبوا لتحديد الفرق اللي هتصعد لقبل النهاية طي فرقتنا بركزة اوي طبعا انها تفوز بكل البطولات ما فكركم اللي بيقود الفرق كابتن ابراهيم فخر الدين والسطورة كبيرة في الكرة الطائرة سواء في الرجال وسيدات والدوري ستقنف بعد توقف نفس الحال بالنسبة للرجال بعد تصفيات المنطقة الخامسة الافريقية المؤهل للأمبئيات او الألعاب الأمبئية الافريقية اللي هتتلاعب في غانا في شهر 3 فطبعا استقناف الدور ده مهم جدا في الوقت ده ولو تاخدوا بالكم يعني الألعاب الافريقية اللي في غانا دي هتوقف لنا الدنيا حبة هنقف يمكن مثلا في شهر على المنافسات الألعاب كلها لان مصر هتبقى رايحة باعتها كبيرة في الألعاب الافريقية في غانا واللي هيا كان مفروض تتعمل من فترة ولكن بسبب الظروف طبعا اللي مرت بها البلد هناك شوية اتأخرت البنية التحتية الخاصة بالرياضة وتأخرت بناء عليها لاني كان دائما بتلاعب في الصيف وبناء عليها هتتلاعب في شهر 3 في مارس عشان مصر تشارك فيها ان شاء الله ودائما مصر هي البطل التاريخي لهذه الألعاب الحمد لله انا كان ليا الفضل يعني كان ليا الشرف ان انا شاركت في بطلتين ألعاب افريقية واحدة كانت في جنوب افريقيا واحدة في الجزائر والحقيقة بتبقى بعثة كبيرة جدا بتشارك بيها مصر ودائما احنا بنطلع حتى بنبقى عديم رائبين كل المداليات مصر بتطلع بنصيب الأسد من المداليات الدهب بيبقى أبرز المنافسين جنوب أفريقيا ونيجيريا ولكن مصر بتيجي في الآخر وتفرق عنهم بشكل كبير حتى يعني اديكم مثال زغير رفع الأثقال اللي ضفنا في الفقرة التانية 43 ميدالية 43 ميدالية دول أوتوماتيك لنفس المنافسات دي تبقى في العلاقة الأفريقية انت في جيبك وانت رايح منهم 26 مدالية دهب فانت دول برضو هيبقوا معاك زاد فيه بألعاب جماعية كتير مثلا لو كلمنا عن كرة اليد لو كلمنا عن مثلا الريشة الطائرة فيه ألعاب كتيرة جدا الخماسي فانت هجيب مداليات غالبا مصر ان شاء الله هتفوز ببطوط الألعاب الأفريقية اللي في غانا وتبقى دي برضو إعداد كويس عشان بطوط الألعاب اللي هكون في باريس 24 هتبقى في شهر 8 القادم بإذن الله